موسيقى 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 ليش الحوثي الارهابية تعود استهداف مدينة مارب بصاروخ بالستي موسيقى نازحون في مارب يفترشون رمال الصحراء هربا من الاستهداف الحوثي موسيقى موسيقى المتسارعة في مارب موسيقى من استديوهتنا في اليمن اليوم اهلا بكم موسيقى عودت مريشيا الحوثي الارهابية استهداف مدينة مارب بصاروخ بالستي وذكر مراسلنا ان الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم تتوفر معلومات عن عدد الضحايا والاضرار التي خلفها سقوط الصاروخ على المدينة التي تكتب بالنازحين والتي تتضاعف اعدادهم جرى استمرار التصعيد الحوثي في المحافظة اذا وللمزيد اكثر حول هذا الموضوع ينضم الي عبر الهاتف وكيل وزارة الاعلام من استاذ نجيب غلاب مرحبا بكم استاذ نجيب يعني لماذا يستهدف الحوثي مدينة مارب الصواريخ البالستية يعني ربما نستطع ان نقول بشكل شبه يومي اولا شوف الحوثية لا تلتزب بقواعد الاشتباك هي ادوان داخلي يعني ادوان مركب وهي لا تدير حرب ضمن اطار قواعد الاشتباك المتعرف عليها وبالتالي هي تدير حرب ابادة مركبة حرب ابادة ثقافية من خلال تغيير الهوية اليمنية ومن لا يرضى ويرضح لعجيبتهم الطائفية لكي يكون السيد العلم هو المهيم والمتحكم يشكلوا افواع البنادق وانتهوا بالصواريخ مسألة ان تستخدم الصواريخ بهذه الطريقة المكذفة على القراء وعلى المدن وعلى الاحياء المدنية شيء لا يمكن ان تتخيله باي حرب يعني على الأقل حتى لو كنت تدير حرب برد بعد وخارجي ما بالك وانت بتكتل اليمنيين بهذه الطريقة يعني اي شيء لا هل تعتجد الحوثية من خلال هذه الصواريخ وقتل المدنيين وحرب العبادة اللي تمارس هذا الدمار الناس تنتصر لن تنتصر الحوثية هي تستنزف اليوم في المارك تستنزف عسكريا ويتم استنزاف كل القيمة اللي ترفعها اصبح اليمن يرى ذلك رأي العين والخارج يراقب ما تقوم به الحوثية وبالتالي انا اعتقد ان هذه حرب بلا معنى ولا تأكس الا مسألة وحيدة وهي مسألة الأزيدة التي ترى نعم استاذ نجيب انت طرقت الى نقطة مهمة اعتذر للمقاطعة انه يعني بالرغم مثلما اسلفت انت ان هناك قصف للقرى قصف للمدن المكتظة بالسكان من قبل هذه الجماعة اين هو المجتمع لماذا هذا الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي ازاء هذه الجرائم المرتكبة هو صحيح شوف المجتمع الدولي هو يراجب وكان في بيان اخير لمجلس الامر مدان الحوثية في كثير من الملفات لكن لدينا مشكلة ان الحوثية تشتغل كمنظومة ارحابية وكوثيل ايراني هي ليست دولة وليست حتى سلطة امراضة هي قوة امف يعني عارية عارية من اي هينة غير فكرة العنصرية اللي بتدافع عنها من خلال فكرة سيادة ما يسمى بفكرة سيدة العلم وبالتالي مثل هذه المنظومات الارهابية او هذه المنظومات المغلقة الانصرية هي ترى ان المجتمع الدولي لا يعنيها هل المجتمع الدولي يعني اليوم سيستمر الصمت على الحركة العوثية انا اقول لك الصمت هذا لن يطول لن يطول كثيرا وعليهم ان يفقعوا ذلك لكن بالاخير المشكلة ليشت مع المجتمع الدولي المشكلة معنا نحن كيامنين هل سندرك ونتعلم كيف نوحد الصفوص لانهاء هذه الجريمة التي تكتمنا وتحفر المجابر وتحولت الى حل الصد نعم اذا وكيل وزارة الاعلام الاستاذ نجيب غلاب كنت معي ضيفا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وفي مارب معاناة النازحين تفوق الوصف هروبا وهربا من القصف الخوثي المستمر فلم يجدوا سوى الصحراء التي افترشوا رمالها تحت خيام مهترئة لا تقيهم حر الشمس نهارا وتدفع عنهم برد الشتاء ليلا مئات الاسر النازحة من منازلها تفترش الصحراء الاطفال والنساء وكبار السن الجميع هنا يواجه البرد القارص ليلا وحرارة الشمس الحارقة نهارا في صحراء قاحلة لا مياه فيها ولا غذا موجة نزوح جديدة هذه المرة من مخيم الروض في قرية العمود الذي تعرض للقصف من قبل ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون لا وجهة أمام هؤلاء النازحون سوى الصحراء فافترش الرمل هي أول ما يقوم به النازح هنا ليبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن ما وأكثر أمانا هربنا الأطفال والنساء بالليل وصلنا إلى هنا ورحنا نبحث عن مكان نطرح أولادنا وأطفالنا فيه وطرحناهم في ذاك الهداء وأمسينا هناك بالعراء بدون ما وافر رشنا في التراب فرم له هنا لحتى جاء الصباح ورحنا ذهبنا نبحث عن خيام وعن ما ولا زالت المعانا هقائمة موجودة الآن لنا تقريب بسبوع هنا ولا زلنا نعاني تذيق الخيارات على النازحين هنا فليس أمامهم سوى التأقلم معارما للصحراء ومحاولة استخدام الممكن من الحطب والأخشاب لإرساء خيمة يستظلون بها في الوقت الذي اختفى فيه التدخل الإنساني العاجل للمنظمات المعنية وحل مكانها المجتمع المضيف الذي قدم للنازحين ما عجزت عنه المنظمات الدولية والمحلية حيث وصل عدد النازحين إلى 18 ألف نازح من مخيم واحد من أصل 65 ألف شخص نزح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر هذا الموقع الذي الآن يستقبل أكثر من 15 إلى 18 ألف نازح ولازالت فرق تتبع النازحي للحصاب لهذه التنفيذية في الميدان لتسجيل الأسر النازحة ورفعها إلى شركة العامة الإنسانية النزوح وصل إلى أكثر من 65 ألف نازح ولازال النزوح مستمر ولازالت فرق تتبع النازحين متوجه أول تدخل حصل في هذه المواقع في استقبال النازحة سواء في مدينة الوادي ومدينة المدينة في استقبال النازحين التكافل المجتمعي هو أول تدخل هو أول من ساعدها على تخفيف معاناة الأسر النازحة في محافظة مارفة لم يصل أي تدخل الوحدة التنفيذية تقوم برصدهم وتسجيلهم لكن لم يصل أي تدخل ومفترض أن هناك تدخل الطارئ التدخل الطارئ يأتي عندما يصل النازح مجرد ما يصل يتم التعاون معه بخامه أو مواد إغذائيه هذا يسمى طارئ تتسع مساحة النازحين يوما بعد آخر وتتفاقم معاناتهم بشكل أكبر ما جعل حجم الاحتياجات الإنسانية أكبر من قدرة المنظمات على تغطيتها في ظل صمت مخجل للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية جراء القصف الممنهج والتهجير المستمر الذي يتعرض له النازحون والمدنيون في محافظة مأرب من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيد محافظة مأرب وفي تعز جرحت ميليشيا الحوثي الإرهابية مواطناً غربي المحافظة وأفدت مصادر مخلية أن المواطن أصيب بجروح جرى قذيفة أون أطلقت ميليشيا الحوثي على قرية الحناية في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز وعلى مدى سبع سنوات وميليشيا الحوثي المكان جامع الخير حي الكنب الحزين المحزون الواقعة معركة غير متكافئة العدد والعدة استخدمت فيها الميليشيات الحوثية قذائف الهون وحسمت المعركة بقت لثلاثة أطفال أشقاء وإصابة رابع من أسرة واحدة جميعهم دون سن السابعة لا يعرفون من الحياة سوى الحرب التي ولدوا معها وماتوا ولا زالت آلة الحرب تحصد الأرواح ألقت بهم قذائف ميليشيات الحوثي على أسرة الموت في مشاهد أدمة القلوب قبل العيون ألاقي ابن كبير اللي قام بحامد متكئ وذلك قلف لهم وراكبانه فقبين بعدما قلوا راح تدبع عاملهم وكبهدفه قلوا راح تدبع كم عيالي كم عيالي وصلوا كوطر حكبانت عند واحدة قارتين وقلوا ألاقي ابن الثاني مع راح تدبع حميد قاهوا منه يعرف ممسوخ أبصر لهم أذن محمود مع رأيك وجههم بعدها فأذنين وحد فقوا عدنين من يراكب عقرادهم وذنبهم محمود حميد ليلى ثلاثة أطفال أشقاء قضوا نحبهم وحامد في الثالثة من العمر يرقد على هذا السرير في المشتشفى بعد أن فقد رجله اليمنى ليقضي عمره في عاقة مستديمة ترافقه مدى الحياة جرى إصابته بقذيفة حوثية يتقلب الطفل حامد على فراش الوجع يتألم يبكي يستغيث يعاتب العالم بنظراته المتعبة يقف قليلا ثم يسحو على ماتم الضمائر التي تغضو طرف عن جرائم الميليشيات منذ بداية الحرب أربعة من أطفالي ثلاثة منهم من غادروا عن الحياة وهم يذكرون بالاسم محمود مصطفاء وحميد مصطفاء وليلى مصطفاء فما هو القريمة التي ارتكبوها وقاموا لإقزاء هذا العمل هذا كان سارح للبقالة يشتري لقعاله وعاد وقعالته بيده وارجع الرابع منهم داكي على يد اليمان ولم يستطع أن يقوم والبقية استشهدوا في نفس الوقت وله الحم ما يقرب من أربعمائة طفل قتلتهم آلة الموتى الحوثية في تعز في ظل صمت وتجاهل مريب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا سيما حقوق الأطفال من سبع سنوات من الحرب لا زال الأطفال في تعز يدفعون الثمن حامد مصطفاء الوقع المرتل على محراب الوطن يلخص ماسات الأطفال الذين ترتكب الميليشيات الحوثية في حقهم أبشع وأفضع الجرائب عواد الوهباني اليمن اليوم تعز وفي تعز أيضا أسقطت دفاعات القوات المشتركة طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي غربي المحافظة وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الطائرة كانت استطلاعية حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية في جبهة البرح وتعد ثالث طائرة مسيرة للميليشيات التابعة لإيران يتم إسقاطها في الجبهة ذاتها خلال أقل من أسبوعين حيث تم إسقاط طائرتين هجوميتين خلال الأسبوع الماضية هذا وتتوالى الخسائر البشرية لميليشيا الحوثي في جبهات القتال أغلبها في جبهات مارب إثرى تصعيد ميليشيا الحوثي وهو ما تكشفه مواكب التشييع اليومية التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرتها تتسابق ميليشيا الحوثي في دفن عناصرها والتباهي بمواكب الموتى ورفع صور قتلاها الذين تساقطون في جبهات المواجهة في مارب وغيرها من الجبهات إذ لا يكاد يمر يوم دون أن تشيع العشرات وتجوب بهم الشوارع والطرقات في صورة تعكس استهتارها بأرواح ودماء اليمنيين الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية في جبهات القتال تتوالى أغلبها قادمة من جبهات مارب وساحة الغربي إثر تصعيد الميليشيا على محافظة مارب وهو ما تكشفه مواكب التشييع اليومية التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرتها علاوة على جثث أخرى دون مراسيم تشييع أو تقطية إعلامية الميليشيات الحوثية دفنت منذ 15 أكتوبر حتى الحادي والثلاث من الشهر ذاته جثامين 144 قتيلا من عناصرها ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة وتوزعت الرتب العسكرية التي ينتحلها قتل الميليشيا بين ثلاثة برتبة لواء وقتيلا برتبة عميد وعشرة برتبة عقيد وخمسة عشر برتبة مقدم وستة وعشرون برتبة رائد واربعة عشر برتبة نقيب وثمانية واربعون برتبة ملازم أول وخمسة برتبة ملازم ثاني وثمانية وعشرون برتبة مساعد بالإضافة إلى طبيب وإعلامي لدى قنواتها العاصمة صنعا وأمانة العاصمة اختلت المرتبة الأولى من حيث أعداد القتلى وشيعت فيها الميليشيات جثامين مائة وسبعة قتلى من بينهم سبعة وسبعون برتبة عسكرية يليها في المرتبة الثانية محافظة دمار بجثامين أربعة واربعين قتيلا من بينهم تسعة عشر برتب عسكرية محافظة حجة وصعدة وابتعدلت من حيث أعداد القتلى إذ احتلت المرتبة الثالثة وسجلت كل منهما ثلاثة وعشرون قتيلا والقتل من من ينتحلون رتب عسكرية في حجة أربعة عشر قتيلا وفي صعدة خمسة عشر قتيلا وفي إب إحدى عشر قتيلا ومحافظة عمران في المرتبة الرابعة بجثامين خمسة عشر قتيلا ودفنت الميليشيا في محافظة الحديدة جثامين ثمانية قتلى من بينهم خمسة قيادات تحتل في المرتبة الخامسة يليها في المرتبة السادسة محافظتي البيضاء والمحويت بثلاثة قتلى في كل منهما بين قتلى المحويت قياديا إلى ذلك وصل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ إلى عدل إجراء محادثات مع الحكومة اليمنية ومسؤولين آخرين وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن ليندر كينغ سيبقى مركزا على ضرورة وقف الخوثيين الهجوم على مارب وهجماتهم المتكررة على المناطق المدنية والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي لعدن بعد نحو شهر من زيارة مماثلة للمبعوث الأممي أزالت ميليشيا الحوثي الإرهابي عددا من النقاط الأمنية قبل أشهر ودربت أفراد النقاط السابقين في معسكرات خاصة لتستعيض بهم في عمل ما يسمى بالضبط المروري والذي ارتدى فيه الأفراد أزياء توحي بقمعية الميليشيات للعامة بالبنادق وبعصابة داعش على الوجوه خرج الحوثي على العامة بهؤلاء إيمانا منه بوجوب قمعية اليمنيين لقبول السير منتظمين وهذه المرة الأولى التي يشاهد اليمنيون فيها زي المرور الأزرق مقرونا ببنادق مشحونة ووجوه قد تم تغطيتها لإنذار المخالف بأن قاتله مجهول لا يختلف اثنان على أن اليمن عامة بحاجة إلى من يعيد لها ضبط النظام والقانون في شوارعها وفي مؤسساتها وفي حياة المواطنين عامة ولكن ليس بهذا الشكل الذي لا ينم عن وجود دولة بل ميليشيات قمعية تتحرك فقط في مربعات الترهيب وتجازي المخالف مروريا بعيار ناري قد يخترق ظهره هكذا توحي إصابة داعش فوق وجوههم وهكذا تقول حقيقتهم فأمثال هؤلاء أو من يدعون بالضبط المروري هم تشكيل عقائدي أتى من خارج إطار الإدارة العامة للمرور وقد تم تحويلهم من النقاط الأمنية للحوثيين إلى ذوي عصائب سوداء بالبنادق بعدما تم تلقي لهم مفخخات الحوثي في دورة طائفية لمرورية ويقول مهتمون بأن مهمتهم أمنية هذا وكانت الميليشيات قد نزعت عددا من نقاطها الثابتة داخل العاصمة صنع وأبدلتها بدورية متحركة ذات نظام تفتيش مفاجئ والواقع أن قضة الحوثيين الاستخبارية وجدت في هذه الخطوة اختراق ما جعلها تفرض الملثمين الجدد في طرقات صنعاء كبدل استخباري لما تم إزالته من نقاط قبل ثلاثة أشهر وفي سياق الإحلال والاستبدال يرى مهتمون بأن الضبط المروري الحوثي بأفراده من خارج إطار الإدارة العامة للمروب تصب في كونها عملية استبدال للرجال المرور الذين تراهم الميليشيات أفرادا فاسدين ومتلاعبين بحركة السير وتصب هذه الخطوة في سياق تجريف الحوثيين لمؤسسات الدولة واستبدال الكوادر السابقة بموالين جدد هذا ويرى مراقبون بأن صنعاء تعيش حالة من عدم الثقة بين الحاكم والمحكم والذي يتطلب إظهار الحوثيين لعدد من الإجراءة الأمنية المشددة والتذكير بين الفينة والأخرى أن الميليشيات تستطيع إخماد أي تحرك إذا ما تم التفكير فيه في مظهر يدل على فرض لغة القمع والترهيب على العامة تحت مسميات تنظيم حركة السير تنظيم ميليشي الخوثي في حوثنة جامعة الصنعاء حيث أصدرت قرارات عبر رئاسة الجامعة قضت بإطلاق أسماق قتلاها على القاعات الدراسية في إطار استكمال حوثنة التعليم في هذا الصرح العلم العريق جامعة الصنعاء كانت إلى عهد قريب مقصد الطلاب من مختلف المحافظات اليمنية بل والدول العربية للمكانة العلمية المرموقة التي تمتعت بها طيلة نصف قرن من الزمان لكن هذه الجهود طيلة خمسة عقود بددتها ميليشي الحوثي في بضع سنين من خلال التدخل في المناهج العلمية وفرض المدرسين وإقامة ندواتها الطائفية داخل الحرم الجامعي وجعل المقاعد المخصصة للمتفوقين في الثانوية العامة حكرا على أبناء السلالة أو لمن يدفعون آلاف الدولارات سنويا أخيرا وليس آخرا إصدار الميليشيا قرارات عبر رئاسة جامعة صنعاء قضت بإلغاء أسماء قاعات دراسية عدة تابعة لكلية التجارة والاقتصاد واستبدالها بأسماء قتلى تابعين لها ضمن نهج عمدت إليه في جامعة صنعاء وغيرها من المرافق التعليمية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها مصادر أكاديمية قالت إن ميليشيا الحوثي غيرت القاعة جيم إلى قاعة المتوكل والقاعة 123 إلى قاعة العوبلي والقاعة 138 إلى قاعة المؤيد ضمن مساعيها لطمس الهوية اليمنية وثورة الـ 26 من سبتمبر ونظامها الجمهورية وتكريس أسماء قياداتها السلالية وترسيخ مشروعها الطائفي الملفت للانتباه من خلال إطلاق الميليشيا لأسماء صرعاها على القاعة الدراسية أنها أسماء حصرية فقط على السلال المدعي انتماءها لبني هاشب في حين تتجنب تخليد قتلها من أبناء القبائل وهو ما يفسر العنصرية المقيتة التي تتعامل بها مع كل من يعملون لصالحها ويهلكون أنفسهم في سبيل مشروعها السلالي المتعصب تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة لم تكن الأولى التي تسعى من خلالها ميليشيا الحوثي إلى تمجيد أسماء قتلها السلاليين ففي يناير الماضي قررت تغيير أسماء 23 قاعة دراسية في جامعة ذمار لتحمل أسماء قياداتها الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات في مقابل ذلك أكد دكاترة الجامعات في كل من صنعاء وذمار وعمران على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد انتهاكا صارخا للقوانين العلمية والتعليمية ضمن مشروع هدفه محو أسماء الشخصيات الوطنية الخالدة وجعلها طي النسيان كي يتسنى لها تخليد أسماء صرعاها السلاليين وقيادات مشروع الموت نجى نايب رئيس جامعة عدن الدكتور محمد عقلان من محاولة اغتيال في عدن وذكرت مصادر محلية أن مجموعة كانت على مثل سيارات وطلقت وابلا من الرصاص أثناء مرور عقلان في طريق الخمسين بمدينة التقنية مديرية المنصورة في نشرتنا أيضا تضبضب المعدل اليوم للإصابات المعلنة بكورونا وتسجيل 21 إصابة في 6 محافظات تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور أحمد الكمال سير العمل في مركز الطوارئ والإصعافات في عدن حيث اطلع على الخطط الموضوعة لمجابات أي خالة طارئة وخطط الاستجابة الميدانية لطلبات الإصعاف وتجهيزات الطواقم بعد بعدد من ممثلي منظمة مسعفون التي تعمل على تدريب الكادر في مجالات الطوارئ والإصعافات ونوعية الخدمة والتدخلات للمنظمة في الطوارئ والإصعافات والتجهيزات الطبية والصيدلانية في المركز إلى ذلك دشنت في محافظة عدن فعليات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية المدرسية أيضا للطلاب والكوادر التعليمية في محافظات عدن تعز مارب وحضر موت الذي يستهدف في مرحلته الثانية وعلى مدى خمسة أشهر ما يربو عن مئتين وخمسين ألف طالب وطالبة وكذا كادر تعليمي وإداري في أربع وثلاثين مديرية في المحافظات الأربع المستهدفة وينفذ المشروع أكثر من مئتي كادر طبي وفني وإداري يعملون في أربعين عربة متنقلة ستنفذ زيارات للمعاينة للمدارس لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتضمنة معاينة الطلاب والمرضى وتقديم المعالجة اللازمة لهم ومنها معالجة الأمراض السارية والمعدية والأوبئة وتوفعي لنظام الإحالة للمحتاجين لرعاية طبية على مستوى أعلى بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات للدعم النفسي والاجتماعي وفي أخبار كورونا أعلنت اللجنة الوطنية العلية لمواجهة وضع كورونا تسجيل 21 إصابة مؤكدة بالفيروس في ست محافظات وقالت في خسابي على تويتر أن 7 إصابات سجلت في حضر موت وخمسا في المهرة وثلاثا في كل من تعز وعدن واثنتين في عدن وواحدة في الضالع وضفت أن 17 خالة شفاء تم تسجيل 11 منها في مارب وخمس في حضر موت وواحدة في الضالع بالإضافة إلى تسجيل أربع وفايات في كل من تعز المهرة شبوة ومارب وبذلك يرتفع إجمالية الحالات المؤكدة إلى 9831 منها 1900 حالة وفاة و6480 حالة تعافية وعالميا تجاوز المصابون بالفيروس التاجي حاجز 249 مليونا في وقت يشهد العالم تفشي المتحورة دلتا وظهور متحورات جديدة وذكرت آخر اللحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 249 مليونا و94 ألف شخص فيما تجاوزت الوفايات 5 ملايين و41 ألف وتجاوز عدد من تم شفاء من المرض 225 مليونا و633 ألف شخص جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن وثيرة انتقال عدوى كورونا في أوروبا مقلقة جدا ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير المقبل وقال هانس كلوغا المدير الإقليمي لمنظمة أوروبا إن الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلقة جدا إنه إذا بقي الحال على المساري قد يسجل نصف مليون وفاة إضافية جرى كوفيد-19 في المنطقة في فبراير المقبل سبق وأكد مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية قبل أسبوعين إنه مع رفع القيود خلال فصل الشتاء من المتوقع ارتفاع خالات الإصابة بكورونا إلى ذلك سجلت الوفايات اليومية الناجمة عن كورونا في روسيا زيادة قياسية بلغت ألفا ومئة وخمس وتسعين وفاة وسط ارتفاعا في عدد الإصابات بلغت نحو أربعين ألفا بينها أكثر من ستة آلاف حالة في موسكو ما أجبر المسؤولين على فرض إغلاق لأماكن العمل اشتركوا في القناة في نشرتنا أيضا اقتصاديون يؤكدون فشل البنك المركزي في الحد من انهيار العملة الوطنية اشتركوا في القناة اجاب المطلس الثالس لي على قطقة الروبة استهدم الأطفال الأبرياء ليلعبوا في الشارع وقتلاهم جرحاهم في الشعاب المزقلة الحولية نواحق قتلا لجانب الكسارة وهو مكذوفة لعن الأطفال لي بديعين السلام ويقولوا هنا السلام يقتل أطفالنا يقاتل أطفالنا الأبرياء ونحن نقاتل هما في الجبهات في الملف الاقتصاديون يؤكدون فشل البنك المركزي في الحد من انهيار العملة الوطنية والأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في اليمن جران هيار العملة جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلي حيث كشف خبراء اقتصاديون أن قيادة البنك المركزي فقدت أدوات الصيدرة على زمام الأمور وتركت الحبل على الغارب لشركات ومشاعة الصرافة في التحكم بأسعار الصرف والاحتفاظ بالكتلة النقدية من العملات الصعبة وذلك في ظل عدم المعالجات النجعة ما جعل العملة الوطنية تتهاوى إلى مستوى تاريخي تجوز السقف الـ 1500 ريال مقابل الدولار الواحد وضف الخبر أن تراجع البنك المركزي عن قرارات إيقاف العشرات من شركات الصرافة يكشف حالة التخبض والتوهان الذي تعيشه قيادته والانقسام الداخلية الذي يخدم هوامير العملة من شركات ومشاعة الصرافة فيما الحقيقة أن شركات ومحلات الصرافة تعمل رغم إغلاقها وعزز الخبراء مطالباتهم بأنه لم يحدث في تاريخ اليمن الحديث أن تراجعت قيمة العملة خلال كل ساعة في عبث واضطراب غير طبيعية وكأن البنك المركزي بدأ حملة تفتيش ومراجعة لكافة عمليات شركات الصرافة التي تم إيقافها مؤكدا التراجع عن قرار إيقاف شركات الصرافة شريطة الانتزام بتعليماته والقرارات المنظمة لأعمالها حذرت الأمم المتحدة من انهيان غير مسبوق لقيمة الريال اليمنية ما يجد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلد الفقير الذي تأصف بحرب دموية منذ سبعة أعوام وقال مكتب ممثل من نسيق الشؤون الإنسانية الأمم المتحدة في اليمن إن هناك حاجة مسا لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقلال عملة ومنع مزيد من التدهور في الوضع الإنساني ويأكد مراقبون أن خطوة واحدة تفصل بين ملايين اليمنيين والمجاعة ما ينظر بكارثة اقتصادية مرتقبة زاد من تفاقم الارتفاع الكبير والمتسارع لاستلع الغذائية الأساسية وعجز الغالبيتية عن تلبية احتياجات أسرهم وأطفالهم الضرورية نفذ العشرات من المواطنين في عدن وقفة احتجاجية تنديدا بتوسع رقعة الفقر بسبب انهار العملة وفشل الحكومة في القيام بواجباتها وقال المنظمون للاحتجاج إن الوقفة تأتي للتعبير عما يعاني المواطن في عدن من غلاء فاحش غير مسبوق لمواد الغذائية الضرورية واسوب الاستمرار للبقاء أحياء على أرض مدينة منكوبة خدميا ومعيشيا وأمنية وطالبت الوقف الحكوم والأطراف المتصارعة بضرورة معالجة تدهور العملة ومعيشة المواطنين وصر في رواتب العسكرين والمدنيين المتأخرة وإلغاء الجراءات السعرية في المشتقات النفطية وأخيرا كشف شركة النفط في عدن النزياد السعرية في أسعار البنزين الحالية مؤقتة وليست رسمية مطمئنة عملاءها والمواطنين بعودة الأسعار ووضعها الطبيعي في القريب العاجل حال استكمال إجراءات المصارفة مع البنك المركزية وقالت الشركة في بينها أن الجهود المشتركة من رئاسة الحكوم والبنك المركزي عدن ووزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية حريصون على تعزيز دور شركة النفط وتمكين من الوسائل المساعدة لتأدية مهامها ونشاطها والذي سيكون لها الأثر الكبير في إحداث السقر التمويني للمحروقات وثبات أسعارها في السوق المحلية بصورة دائمة وكانت شركة النفط نفعت سألة دبة البنزين ساعة 20 لترا إلى 17800 ريال بدلا من 14800 ريال في جرعة سعرية هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر ينضي العمل في مشروع طريق الخضيرية في عزلة حجاج بمديرية جبن محافظة الضال على قدم وساق المشروع الخيوي الهام الذي ينفذ على نفقة المواطنين بطول 13 كيلو مترا وبتكلفة مليار ومائة مليون ريال بتمويل مجتمعي تستفيد منه العديد من القرى والمناطق في جبن ويحظى بدعم كبير وسخيم المواطنين في مناطق المحجر وحجاج وغيرها من المناطق المستفيدة من هذا المشروع الهام الذي يأتي تنفيذه في ظل توقف كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة ويرى مراقبون أن هذه المبادرات المجتمعية تمثل حافزا لترميم الطرقات وشقها في كثير من المناطق التي تعاني من وعورة الطريق أو تشقق لليزفيلت في ظل غياب الدور الحكومي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة ومنها الطرق والجسور ختاما عودة للتذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة ميليشي الحوثي الإرغابية تعود استهداف مدينة مارب بصاروخ بالستي النازحون في مارب يفترشون رمال الصحراء هربا من الاستهداف الحوثي المبعوث الأمريكي في عدن تزامنا مع تطورات متسارعة في محافظة مارب أترككم في رعاية الله إلى اللقاء